بين شوارع درب السلطان وملعب الشيل بحي الارمطاج كان تاريخ منتصف القرن الماضي شاهدا على ميلاد أيقونة كروية مغربية أسرت بإبداعاتها وصمتها الباليغ قلوب المغاربة وكانت البدر الذي أضاء ليالي كرة القدم المغربية لمدة دامت عشرين سنة عبد المجيد الظلم أو المايسترو أو المعلم أو الأسطورة تتعدد الأسماء والمسميات لكن يبقى الظلم هو نفسه لا يشبه أحدا إخلاصه في ممارسة اللعبة وحبه لها كان لغته المفضلة داخل وخارج المستطيل الأخضر أما موهبته التي تفتقت مطلع سبعينيات القرن الماضي بناد الرجاء البيضاوي وإبداعاته الفنية التي زين بها ملاعب كرة القدم الوطنية والدولية كانت عادة ما تضعانه تحت الأدواء كنجم يستع في سماء كرة القدم العالمية وتبعدانه عن هامش الظل حيث كان يعشق العيش ازداد المايسترو عبد المجيد الظلم عام 53 تسعمائة وألف بمدينة الدار البيضاء قبل أن يلتحق بالشبان الرجاء البيضاوي سنة 71 تسعمائة وألف ليتحول بعدها لأحد أعمذة الفريق الأول حيث أبدع وأمتع وفاز معه بأربعة كؤوس في زمن كانت الأهمية للمراوغات والفنيات والسحر التمريرات على حساب الكؤوس والبطولات انتقل سنة 87 تسعمائة وألف إلى جمعية الحليب في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ كرة القدم الوطنية ليعود بعد ثلاث سنوات إلى فريقه الأم الرجاء حيث نشأ وترعرع وعلى عرش كرة القدم تربع أما على مستوى المنتخب الوطني فكان المايسترو ضمن كتيبة 76 تسعمائة وألف الفائزة بالكأس الإفريقية الوحيد بإتيوبيا وأحد المساهمين في تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الثاني في مونديال المكسيك عام 86 تسعمائة وألف كأول منتخب عربي وإفريقي يمر إلى هذا الدور اعتزل المعلم اللعبة بشكل نهائي سنة 91 تسعمائة وألف قبل أن تكرمه منظمة اليونسكو سنة بعد ذلك بجائزة اللاعب النظيف ليكون أول لاعب في العالم يحصل على هذه الجائزة لكنه كان يستحق من وطنه تكريما من نوع آخر يليق بإسمه وحجمه ومساره وهو ما لم يحدث حتى خفق قلبه خفقته الأخيرة نزل نبأها علينا كالصاعقة في يوم حار من صيف 2017 وتخليدا لإسم هذه الأسطورة الكروية العالمية تم إطلاق اسم عبد المجيد الظلم صيف هذا العام على أحد شوارع مدينة المحمدية وتكررت المبادرة مطلع هذا الأسبوع بمدينة الدار البيضاء حينما أطلق اسمه من جديد على أحد شوارع مقاطعة الحي الحسني في مبادرتين إنسانيتين لتذكير الأجيال السابقة واللاحقة أن جوهرة كروية مغربية خالصة أبدعت وأمتعت في شوارع وأزقة وملاعب هذه الأرض طيبة